السلام عليكم اخوان ومرحبا بكم في خبر صار حققتنا الخبر هذي اللي قلناه صار فهو صار بان اسبانيا اليوم وزيرة السياحة قالت بان اسبانيا ابتداء من 20 ماي ستدرس سماح بدخول السياح بدون تحليل بي سي اير او لا تلقيه وفتح الحدود بشكل دائم وزارة السياحة الاسبانية خبر يعني رسمي وحصري كتأكد بان اسبانيا قد يتدرس نهار 20 فتشهر بان الاخوان الحدود انها تبقى محلولة رغم ان الوباء ممكن ان يتطور هنا في اسبانيا ما يسدوش حدود باش ما توقعش ازامات دي العالقين وباش انه ما يعطيو تيقى السياح باش يدخلوا ولو يوقعش حاجة ما يسدوش عليكم هنا في اسبانيا وقالت بان اسبانيا قد تستفد من الموسم السياحي بطريقة يعني مزيانة لانه هو الاقتصاد ديال اسبانيا وقالت بان يعني يتعفى ولو انك مدهش البيسي اير تجد والسياحة في اسبانيا ولو انك مدهش تلقيه من الممكن انك تجد والسياحة في اسبانيا وما تخافش ما غدش تسدع لك الحدود هذا هو المقال اللي غدي نقرأه الخبر الحصري والرسمي فقط يعني اه ادنا نجبتلكم دابو غدي نشاركه معكم اعتبارا من 20 ميل جاري ستسمح الحكومة الاسبانية بدخول السياح اخوالك سؤلون على الفيزا سياحة وكذا هذا الخبر يعني زوين بنسبة لكم من دخول دول خارج وداخل الاتحاد الاوروبي مع حالة وبائية جيدة دون الحاجة الى اختبار بيسي اير سلبي وحتى اذا لم يتم تطعيمهم ولو ما در تشتلقيه جاء ذلك على لسان وزيرة الدولة السياحة في تصريحات بعد ندوة حول قطاع البرلمان الاوروبي في مدريد وفي الوقت الحالي يحضر الاتحاد الاوروبي السفر غير ضرور للمسافرين من الدول ثالثة بما في ذلك المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي مع بعض الاستثناءات بالاضافة الى ذلك يطلب من السياح من البلدان المعرض للخطر في الاتحاد الاوروبي تقديم اختبار بيسي اير يعني ذا بحاليا الاخوان يعني رأيكم معروفين باقي القانون دي لانك ما تدخلش الدول دي لالتحاد الاوروبي الا الاكتداء عندك شي حاجة ضروري انك علاش تدخل وتكون دائر اختبار دي لالبيسي اير لكن اسبانيا جت انها قد تغضب على التحاد الاوروبي قد تقول لهم رأيكم احنا كاسبانيا احنا كدولة اسبانيا مضررين لان احنا كنعيشون من السياحة خفوا مع الناس وخفوا مع الدول اللي يوابا ابدأ كنخافض فيها يعني بشوية عليكم مام خليوا الناس يدخلوا اسبانيا مرحبا بي هذا هو اللي جاي في سلبي ومع ذلك في 20 ميال جاري ستتم مراجعة التوصية 912 التي تنظم هذه الرحالات التشاور مع بقية البلدان وتتفاوض الحكومة الاسبانية مع بقية الدول الاتحاد الاوروبي لجعل اللوائح الحالية اكتر مرونة يعني شوية مزيانة من اجل فتح الحدود للمسافرين من البلدان ذات المعدل الاصابات الوبائية المنخفضة بالاضافة الى ذلك وضحوا المسؤول الاسباني ان الدول الاتحاد الاوروبي ومنطقة شنغن التي تتمتع بحالة صحية افضل سيتم اعفاؤها ايضا من هذا اختبار فيروس كورونا السلبي يعني الوزيرة قتل لهم الدول الاتحاد الاوروبي اللي يعني يرى هذا بغدا مزيان في تلقيه حواده تهيئة غدي نعفيه ما تدرش تهيئة الاختبار بي سيئير اللي بغي يجيئ مواطنين الاتحاد الاوروبي مرحبا به في اسبانيا هذا هو اللي سيتدرس نهار 20 و 100% سيتم المصادقة عليه لان اسبانيا خصاصة في تنظم السياحة في هذا الموسم الصيفي يعني اسبانيا الاخوان كانت دخولها 80 مليون سائح كل سنة والاقتصاد الاول والمدخول الخام الاول للدولة الاسبانية هو يأتي من الاقتصاد عاد من بعد الفلاحها و المدة سنتين هي متضررة من هذا القطع معاكس المانيا اللي عندها شركات يعني المرسيديس عند هذا ولو تشد في كورونا الشركات يبقى خدامين و مرسيديس كتبها في العالم لكن السياحة هي القطع الاول للضرر لانك لو تسده عليها فضار و لو تسده عليها من هذا توحد خايف يجي توحده مما يخرج في الضررات اسبانيا و كشفت وزيرة السياحة انه استنادا الى الادلة العلمية في ان المسافرين من البلدان ذات معدل اصابة تراكم المنخفض نسبيا لا يشكلون خطرا وبائيا مثلا نبقى هذه الدول يعني خارج اتحاد الاوروبي اللي بدك ينقص عندها في حل المغرب في حل الجزائر حل بزر دول تركيا الى اخير دول اللي خارج اتحاد الاوروبي اللي بدك ينخفض عندها لسا ما تشكلش علينا خطر سوف يفتحوا لهذا الدخول مرحبا بها وانا غدي تجيو احد مقطة مهم حول انكم تتابعوا مانا ولن يطلب من هؤلاء الاشخاص الحصول على اختبار كورونا فهو وسيلة لتسهير العبور مش النادي يعني الناس جاء قد يسهل وجوه ما احبابهم ويقتصر على المملكة المتحدة فقط على بريطانيا لان فيها الوباء المتحور يعني الوباء جديد لكش عليش خايفين ولكن على اي دولة لديها بيانات وبائية جيدة مثل المانيا في اي وقت لن يتم اغلاق الحدود من بعد يعني 20 مايه الى خرج القرار اللي امتبعاه وزير الدولة للسياحة نهارا 20 مايه فقالت ليهم ولو اي حاجة توقع في المستقبل يعني افتراضا بشنا تطمن السياح بالسياح ميخافوش مش يقولك حقامش اسبانيا وتقدر اسبانيا تطلع فيها الواباء يسدوا علينا بقوم بكرافصين تما الى اخيره حالة العاليقين هادي هادي فقالت ليهم انا كان طمنكم بعد 20 مايه الى تم يعني المصادقة لهذا القرار او التعديل دي القرار اللي قبل فاسبانيا غد يدلتازم باش انها ما غدش تسد الحدود ولو يوقع اللي وقع كما ذكر وزير الدولة الشؤون السياحة تدعو الحكومة الى انهاء اغلاق الحدود في حالة حدود تفشي المرض او حدود زيادة تراكمية في الاصابات في البلدان التي يسمح لها بالسفر بدون اختبار كورونا واضح بان اغضي الطالب من اقتصد الحدود صافي بدلا من اغلاق الحدود ستبدأ اجراءات اخرى مثل جواز الصفر كوفيد او الاعتراف متبادل بالعمل اي اذا ارتفعت الحدود فوق الحاجز القائم فلن يتم اغلاق الحدود مع البلد والصفر بجواز صفر كوفيد اختبار سلبي بس اير او شهادة تطعيم واجتياز المرض يعني ولو انه لا يستر في الا قدر لا كما قالت الوزيرة يعني نشوفه ندرسه الاسوء ولو انه قدر مثلا لو ابا اتزاد والسياح دخله فما سنسده عليهم وستنبقى اننا نتعاملوا بذلك القضية يعني فاشلنا نولي في ذلك الحالة القبيحة بدون نتعاملوا بذلك القاسبور ديال كوفيد التلقيح زاد اننا نتعاملوا بالبس اير وما نوقفه السياحة وما نوقفه الحدود ودخله الخارج والرواج يتحرك في اسباني وقتصد الاسباني يعني يتحرك يضيف المسؤول الاسباني اللي هي وزيرة السياحة اللي يعني مكلفة وزيرة الدولة المكلفة الخبر الاخوان هو ديال 13 ميل بارح بالليل يعني خرجها تصريح هذا من بعد اللقاء ديالها في قطاع البرلمان في مدريد يعني الحمد لله هذا خبر صار كيأكد على ان اسباني يعني غد يتدخل غد يتنظم وحد موسم سياحي صيفي ان شاء الله وهذا كيبشر لي انه الى تفاعل معها المغريب ونضم عملية مرحبا او لا تفاعل معها المغريب ويعني تلك المغريب يعني ولا عنده القضية ديال الوباء مزيانة يعني انه لقاح ويعني مش مزيانة تلقيح الوباء انه نخافض وفتح المغريب كذلك الحدود فغد يترجع الحياة الطبيعية كما اكدت وزيرة الدولة السياحة الاسبانية ومن الممكن انه تعطى تأشيرات ديال السياحة بوحد العدد كبير لان اسباني كما اشتو الوزير انها يعني بغى ننظموا حد العملية كوبرة ديال السياحة اذا احتل الدول ديال اللي كتتاخدها يعني التأشيرة بشناها تجي الاسبانيا ومن ضمنها المغرب والجزائر فهي دولت على الاتحاد الاوروبي لانه نسبة كبيرة تجي من الاتحاد الاوروبي ولكن احنا ندوي على المغرب والجزائر والدول الاخرى فقالت بان احتل الدول هذو اللي بدك نخافض عندهم يعني الواباء مبقوش مزياري معاهم وحنا قد ندوي مع الاتحاد الاوروبي باش انه يوليف قرار ديالو في اللائحة ديال الكورونا مارين يعني صافي الناس غادين كيلقحوك هذا صافي خليمي هذا ما تشدوش عليهم الاجراءات باش انها اسبانيا متاعش اقتصاديا وانها يدخلوها السياح من جميع المناطق وكما كنقول لكم بانك هنا حاجة ماسة لان اسبانيا عنده حاجة العجل الاقتصادي كبير الان لانها مقاطعة المدة سنتين تقريبا سنتين الا انها مجهوها السياح واكبر يعني ممكن اول دولة ولا تانية دولة في الاتحاد الاوروبي من حيث يعني عدد السياح الوافدية تقريبا اسبانيا فيها فيها ما يزيد على خمسة واربعين مواطن او لا تقريبا سبعة واربعين مواطن لكن السياح عدد كبير يعني الضوبل دي السكل اللي كيدخله كل سنة لاسبانيين هو ما يقارب ثمانين مليون سائح كل سنة اخوان فلوس صحيحة اقتصاد كبير كيدخول اسبانيا كتستفد منه اسبانيا عن طريق تنظيم الموسم سياحي فوزيرة السياحة ما بغتش ضياعة السنة لالالفين واحد وعشرين مدم ان انا اسبانيا كتقول انها غضف تلقي حمزيا مدم انها رفعت حالة الطوارئ ما بقتش حالة الطوارئ الحدود ما يتسدوش البيئة مؤهلة فبغى انها تنتعش اقتصاديا وتنضم هذا المجال يعني السياحي في هذا الصيف هذا وانها يكون صيف منتعش وغادي تكون بشرة كذلك للناس اللي بغين يجيو من المغرب وياخدوا فيزا السياحة غادي تكون مناسب اليوم الى هذا القطع هذا تفتحنا في اسبانيا والمغرب تود تفاعل معه غادي تكون مناسب للمغربة بشان نوم يدفعوا فيزا السياحة وانها غادي تتعطى بوحد العداد كبير وانا كنقول لكم لدراسات الحاجة الاسبانية ستدخل هذا العام يعني انها مغادش الدراسة الدوسيات بزاف اللي يدفع الفيزا سياحة وعنده يعني الفلوس تبع تبع انه عنده بش يجي دور وهذا وشد لوطيل وشد هذه يعني ذلك شديل الضيافة مغادش يراعيوا له بزاف يعني شد لهم لوطيل ويتخسر وتحرك لهم من لوطيلات تحرك لهم من المطاعم فغادي تتعطى الفيزا وغادي يكون حد العدد كبير للتشارة السياحة ان شاء الله ونتمنى بان هذا الخبر هذا يكون سر لكم ويكون يعني ان شاء الله انه يتطبق نهارا 20 ماي تحية لكم كان معكم ستافل بارودي لا تنسوش انكم تدعمونا بلي لايك كومنتر كنجوب على كل شي ونشوف كل شي ونشكر الاخوة اللي دائما يشجعونا ويبارتاجوا معنا كنشوف يعني بزاف القروبات في الفيسبوك انكم كتبارتاجوا معنا الفيديوات ديرنا كتدعمونا دائما بلي كومنتر كنقرام كاملي ونجوبكم وتحية لكم القلب كان معكم ستافل بارودي السلام